أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين أجواء تميل إلى الاعتدال خلال فترة الظهيرة من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة قليلا خلال النهار لكن الأجواء ستكون باردة خلال المساء والبرودة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر حاليا أجواء باردة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام سرعة الرياح حاليا 8 كيلومتر في الساعة ودرجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت 20 درجة مئوية والرطوبة نسبية 35% والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر سماة صافية لكن هناك فرص لعبور بعض السحب العالية على بعض المناطق وعبور السحب بوجه عام سيستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم الهوى الشمال الغربي سيستمر ويانا كحد أقصى في سرعته 28 كيلومتر في الساعة من 8 إلى 8 كيلومتر 28 كيلومتر في الساعة والهوى الشمالي غربي لمتقلب لاتجاه أجواء باردة خلال فترة المساء والبرودة تكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر ليس ساعة 12 درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 14 إلى الـ 18 درجة مئوية في أغلب المناطق وتصل إلى 13 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى في الفترات المتأخرة من الليل والفجر فهي تتراوح ما بين الـ 8 درجات مئوية إلى الـ 11 درجة مئوية في الأجواء الباردة ملحوظة أكثر مع نهاية اليوم أو مع الساعات المتأخرة من الليل والفجر وأجواء معتدلة نسبياً تميل للبرودة على المناطق الساحلية درجات الحرارة هناك تتراوح ما بين الـ 17 إلى الـ 18 درجة مئوية عبور الصحب سيستمر ويانا على فترات متقطع حتى منتصف نهار يوم الغد والهواء الشمال الغربي أيضاً سيستمر ويانا خفيف إلى معتدل السرعة بوجه نعام خلال النهار وأيضاً خلال المساء سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار وخلال المساء من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة شمال الغربي إلى متقلب الاتجاه الهواء ودرجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 23 إلى 27 درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء معتدلة نسبياً قليلاً خلال فترة الظهيرة لكن خلال المساء ترجع درجات الحرارة تدريجياً تعتدل ومن ثم البرودة تكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر درجات الحرارة في الجزر والسواحل تتراوح ما بين الـ 21 إلى الـ 22 درجة مئوية خلال المساء الهواء أيضاً سيستمر ويانة شمال غربي خفيف إلى معتدل السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة والبحر أيضاً سيكون خفيف إلى معتدل الموج من واحد إلى أربع قدم ونفترات هذه الفترات الحمل المد الأول بإذن الله الساعة 3.25 دقيقة صباحاً والمد الثاني الساعة 36 دقيقة مساءاً والجزر الأول ساعة دعش صباحاً والجزر الثالث ساعة دعش مساء المواقيت بذن الله أذان الفير ساعة خمس وثلاث دقائق والشروق الساعة ست وسبعة وعشرين والمغرب الساعة أربع وتسعة واربعين دقيقة أما التقص المتوقع بذن الله خلال أيام الخمسة القادمة عبور السحب رح يستمر ويانه لعدة أيام والعظمة تتراوح ما بين الخمسة وعشرين إلى السبعة وعشرين درجة مئوية خلال فترة الظاهرة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لكن الأجواء الباردة رح تستمر ويانه خلال الفترات المتأخرة من الليل والفجر وخلال المساء تكون الأجواء باردة نسبياً والهوى الشمال الغربي رح يستمر ويانه لكن بعد ذلك رح يرجع الكوس ومن ثم يرجع الهوى الشمال الغربي لكن بوجه عام الرياح رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة باتر ستة وعشرين عظمى وصغرة تسع درجات مئوية هوى شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه خفيفة إلى معتدل من ثمانية إلى ثلاثين كيلو متر في الساعة وخلال المساء يكون من ثمانية إلى ثمانية وعشرين فرص لعبور بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق باشر لكن الأجواء بوجه عام رح تكون صافي عبور السحب يكون ملحوظ أكثر في يوم الأربعة بذن الله مع قلبة الهوى إلى كوس والكوس رح يكون خفيفة إلى معتدل من ستة إلى ستة وعشرين كيلو متر في الساعة سبعة وعشرين العظمة والصغرة عشر درجات مئوية الأجواء الباردة مستمرة والحساس بالبرودة يكون أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر خاصة خارج المدينة الكوس يستمر ويانا إلى يوم الخميس والعظمة سبعة وعشرين والصغرة تسع درجات مئوية والرياح سرعتها من ستة إلى ستة وعشرين كيلو متر في الساعة مع عبور للسحب يقلب الهوى إلى الشمال الغربي في يوم الجمعة من ستة إلى ثمانية وعشرين سرعة الرياح والعظمة خمسة وعشرين درجة مئوية والصغرة أحد عشر درجة مئوية وحول هذه المعدلات من حيث سرعة الرياح وأيضا درجات الحرارة في يوم السبت خمسة وعشرين العظمة والصغرة نعش وهوى كوس يستمر ويانا خفيفة لمعتدل من ستة إلى ستة وعشرين كيلو متر في الساعة أزال المشاهدين الرياح ستكون خفيفة لمعتدلة السرعة لعدة أيام متقلبة الاتجاه ما بين يوم لآخر ما بين شمال غربي إلى كوس ودرجات الحرارة خلال فترة النهار ستكون معتدلة خلال المساء ستكون باردة نسبيا والبرودة ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لاستكمال النشرة